بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله نبدأ دائما وأبدا وبحمد الله ننتهي إن شاء الله أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية موعدنا اليوم مع أولى فصول قصتنا المقررة علينا هذا العام قصة كفاح شعب مصر مع الفصل الأول وعنوانه جيش تحرير مصر جيش تحرير مصر تعالوا نشوف مع بعض إيه أحداث هذا الفصل قبل أن نعرض أحداث الفصل الأول من قصتنا قصة كفاح شعب مصر تعالوا نتعرف مع بعض على مؤلف هذه القصة الرائعة من يا ترى الكاتب الكبير الذي قام بتأليف هذه القصة نشوف مع بعض اسمه كاتب هذه القصة عز الدين فراج ولد سنة 1914 بمحافظة سوهاج وطبعا كلنا عارفين محافظة سوهاج إحدى محافظات الصعيد تخرج عز الدين فراج في كلية الزراعة عام 1936 وحصل على درجة الماجستير سنة 1946 ونال درجة الدكتوراه سنة 1956 هذا الكاتب له أكثر من سبعين بحثا علميا زراعيا كما قدم للمكتبة الإسلامية العديد من المؤلفات منها حياة محمد عظمة الرسول الإعجاز العلمي والإسلامي إلى جانب بعض الكتب في المجالات الأدبية والاجتماعية منها فن القراءة العالم العربي الجديد ونحو قرية أفضل إذن هذا الكاتب برغم تخصصه في كلية الزراعة إلا أن ذلك لم يمنعه من التوغل في كتابة المؤلفات الإسلامية أي أنه كانت له وجهة نظر في الناحية الدينية فضلا عن توغله أيضا في المجالات الأدبية والاجتماعية تمام؟ يبقى مؤلف هذه القصة لقد منعرف اسمه عز الدين فراج تعالوا بقى نشوف مع بعض مقدمة هذه القصة وفيها يتحدث الكاتب على لسانه مع ولده الصغير ويقول له كنت يا ولدي وأنت طفل صغير في المرحلة الأولى من دراستك تطاردني كل مساء لأقص لك قصة وكنت دائما تحظى في كل ليلة بقصة وكنت تجد في كل قصة تسلية ومتعة ومضت بك الأيام يا ولدي وإذا بك قد كبرت وأصبحت فتا يدرك طبيعة الأحداث الجارية حوله فكان لابد أن أقص عليك القصة الكبرى قصة شعبنا العربي الخالد قصة شعبنا المجيد عبر القرون والعصور واليوم أقدم لك هذه الصفحات لترى فيها حقيقة شعبنا الذي نشرف بالانتساب إليه ولترى كيف ثبت أمام المحن وكيف صبر على المكاره والخطوب وكيف صمد الأمور وكيف وقف في وجه الغزاة والدخلاء المستعمرين في هذه الصفحات يا ولدي أروي لك أحداث الماضي لتلمس عظمة أجدادك ولتدرك أنك من شعب عظيم كان يريد دائما العزة والرفعة وكان يأبى دائما المزلة والهوان أروي لك هذه الأحداث لترى كيف جاهد أجدادك في شجاعة وبطولة وتضحية نادرة ولترى كيف حاول الغزاة أن يغير من طبيعة شعبنا وشخصية قومنا فما لان شعبنا ولا ضعف وما خضع ولا استكان وكان مع الأيام أثبت من الجبال صمودا وأصلب من الفلاز فبقيت بلادنا خالدة وكم من مرة اجتاح بلادنا الغاصبون وظنوا أنهم قلبوا مدنها أنقاضا فوق سكانها فإذا الشعب الأصيل ينفض عنه غبار الاستعمار وسترى يا ولدي في هذه الفصول المتتابعة كيف استطاع شعبنا المجيد أن يسق بنفسه ويؤمن بحقه في حياة حرة كريمة وستدرك كيف استطاع بصبره وشجاعته وإيمانه أن يهزم المغولى والصليبيين ويتعايش مع الأتراط ويزل الفرنسيين ويقاوم الإنجليز كانت هذه مقدمة قصة كفاح شعب مصر تعالوا نشوف مع بعض أهم الشخصيات التي سنعرض لها بأحداث هذا الفصل الفصل الأول من القصة أمامنا هذه الصورة للشخصية الأولى معنا في أحداث هذا الفصل وهذه الصورة لشخص يدعى سقن رع سقن رع هو أمير طيبة وأشد أمراء مصر قوة ومعارضة لحكم الهكسوس طبعا هنعرف طيبة أصلها إيه حاليا تمام؟ يبقى لازم نحفظ الإسم كويس ونعرف من هو سقن رع أمير طيبة صاحب هذه الصورة أو الشخصية التالية ملك الهكسوس وقد أرسل يهدد سقن رع معنا أيضا من شخصيات هذا الفصل صاحبة هذه الصورة إياح حتب وهي زوجة سقن رع وقد شجعت ابنها كاموس على مواصلة الحر معنا صاحب هذه الصورة كاموس الإبن الأكبر لسقن رع حارب الهكسوس وطردهم من الصعيد أما صاحب هذه الصورة هو أحمس الإبن الأصغر لسقن رع وقد حارب الهكسوس وطردهم من مصر تعالوا نشوف مع بعض مضمون هذا الفصل بنقول يتناول هذا الفصل احتلال الهكسوس لمصر والجرائم التي قاموا بها في حق المصريين ومقاومة المصريين لهم تحت قيادة الملك سقن رع وأفراد أسرته وأمراء مصر حتى هزمهم أحمس وأخرجهم من مصر تعالوا نشوف مع بعض عناصر أحداث هذا الفصل قسمنا أحداث هذا الفصل إلى أربعة عناصر العنصر الأول احتلال الهكسوس لمصر العنصر الثاني جرائم الهكسوس في مصر العنصر الثالث توحيد الصفوف ضد الأعداء العنصر الرابع والأخير هزيمة الهكسوس والقضاء علي تعالوا بقى نتناول مع بعض عناصر هذا الفصل بالتفصيل كان عنصرنا الأول بعنوان احتلال الهكسوس لمصر يبدأ الفصل الأول من كفاح شعبنا المجيد بقصة جماعة من الرعاة كانوا يعيشون في آسيا ويعرفون بالهكسوس لقد تسلل هؤلاء القوم إلى مصر أيام أجدادنا الفراعنة أغاروا عليها من الشمال حتى وصل زحفهم إلى ما نسميه الآن محافظة الشرقية وعسكروا في بلدة أواريس وأقاموا بها وجعلوها عاصمة يعتصمون بها يبقى زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا عرفنا من هم الهكسوس جايين منين ولما دخلوا مصر أغاروا عليها من أي جهة ووصل زحفهم لحد فين تمام؟ نكمل مع بعض العنصر الثاني جرائم الهكسوس في مصر وبدأ هؤلاء القوم يتدخلون في شؤون مصر ويزحفون حتى امتد نفوزهم إلى كثير من أرجائها عاملين على تفرقة صفوف الشعب وإخماد قوته وإضعاف كلمته راح هؤلاء القوم يا ولدي يظلمون الناس وينهبون أقواتهم ويسرقون أموالهم ويشردون أبناءهم حتى عمل غضب والسخط جميع أنحاء البلاد ولم يكتفي هؤلاء الدخلاء بكل ذلك بل راحوا يسخرون من عادات المصريين وتقاليدهم حتى بلغ بمليكهم أن يسخر من سقن رع أمير طيبة وكان سقن رع واقتئز أقوى أماراء مصر وأكثرهم إخلاصا لبلاده وأشدهم معارضة لحكم هؤلاء الدخلاء يبقى شايفين الهكسوس عملوا إيه في مصر تدخلوا في شؤون مصر الداخلية بالكامل وفرقوا بين صفوف الشعب المصري وأضعفوا كلمته وابتدوا يظلموا في الناس وينهبوا أقوتهم وأرزقهم ويسرقوا أموالهم ويشردوا أبنائهم إلى أن انتشر الغضب بين جميع طوائف الشعب المصري هل اكتفى هؤلاء الدخلاء بكل ذلك؟ لا ده كمان بدأوا يسخرون من عادات المصريين وتقاليدهم إلى أن سخروا من أكبر أمير في ذلك الوقت بين أمراء الدولة المصرية وهو الأمير سقن رع أمير طيبة تعالوا نشوف إيه اللي حصل أرسل ملك الهكسوس رسولا يقول لسقن رع إن أفراس النهر في طيبة تزعجه في أواريس وإذا لم تكف أفراس النهر عن هذه الأصوات فسيرسل من يبيدها فصاح سقن رع غاضبا قائلا لرسول ملك الهكسوس هذا تهديد ووعيد أتزعجه أفراس النهر في طيبة والمسافة بين طيبة وأواريس سبعمائة ميل أو تزيد؟ ثم عاد رسول الهكسوس يقول لقد علم سيدي أنك تزيد في جيشك لهذا أرسلني إليك منذرا ومحذرا شايفين الوقاحة بلغت بملك الهكسوس إلى أي درجة أرسل رسول من عنده إلى سقن رع بيتريق عليه وبيقول له أن أفراس النهر الموجودة في طيبة وطيبة اللي هي حاليا مدينة الأقصر أفراس النهر بقى اللي موجودة في الأقصر عملاله إزعاج وهو موجود في مكانه فين؟ في أواريس في الشرقية بين طيبة وأواريس سبعمائة ميل طبعا الأمير سقن رع فهم أن دي سخرية والكلام معجبوش فقال هلو صراحة بقى أمير الهكسوس وقال له أني ملك الهكسوس بعت لك تحذير علشان سمع أنك أنت بتزوت في عدد الجيش بتاعك تعالوا نشوف إلا حصل العنصر الثالث توحيد الصفوف ضد الأعداء وما إن خرج رسول الهكسوس حتى اجتمع سقن رع برجاله للتفكير في رد هذه الإهانة التي لحقت بهم من مستعمر دخيل وانتهى اجتماعهم بأن يرسل سقن رع إلى جميع أمراء مصر شعر أمراء مصر أنه لم يعد للصبر أي مكان بعد اليوم بعد أن سمعوا نداء سقن رع ودعوته وجاء يوم اللقاء يا ولدي وأعلن النثير قدوم الأمراء واحدا بعد واحد الله أكبر شايفين سقن رع اجتمع برجاله واتفقوا مع بعض على أنهم لازم يقوموا بدعوت جميع الأمراء إلى قصر سقن رع ويدعوهم إلى ضم الصفوف وجمع الكلمة بينهم وبالفعل أمراء مصر كلهم اتفقوا على أن يلبوا نداء سقن رع وجاء يوم اللقاء وعندما اجتمع الأمراء بدأ سقن رع يقول لن نرضى الحياة في وطننا عبيدا أزلاء ولن نقبل أن يتحكم فينا عدو يفسد علينا نفوسنا وأفكارنا ويغتصب أرضنا ويقتل أبناءنا ويحطم عزتنا وكرامتنا ثم راح سقن رع يقص عليهم قصة أفراس النهر وكيف كانت تقلق ملك الهكسوس في أواريس فصاح أمير بوتو قائلا لقد تجاوز الظالمون المدى وصاح أمير قفط لن نقبل هذه الإهانة أبدا وصاح أمير أرمنت لابد من تأديبه وطرده من هذه البلاد وعاد سقن رع يقول كيف نعد للأمر عدته شايفين في الاجتماع إلا حصل سقن رع طبعا حكى لهم على موضوع أفراس النهر فكل واحد من الأمراء رد برد أثبت أن المصريين لا يقبلون الهوانة أثبت أن المصريين لا يقبلون أن يتحكم فيهم عدو يأتي ليفسد عليهم أفكارهم ونفوسهم ويغتصب أرضهم فكان رد أمير بوتو وكان رد أمير قفط وكان رد أمير أرمنت كلهم اتفقوا على عدم قبول هذه الإهانة فقال أمير أرمنت سأقدم لقتال هؤلاء الدخلاء كل ما جمعته من عربات لكي نحاربهم بمثل ما وصاح أمير أبي دوس لن أترك في مقاطعتي رجلا إلا أرسلته إلى قتال هؤلاء الهوكسوس وصاح أمير قفط يا سقن رع إن جنودي وما في خزانتي من مال وقف على قتال هؤلاء الدخلاء وقال أمير بوتو أما أنا فسأدبر لكم الرجال وما تحتاجون إليه من أقوات وخيام ما أعظم المصريين عندما تتفقوا كلمتهم ما أعظم المصريين عندما يتحدون مع بعضهم كل واحد من الأمراء قال هيقدم الحاجة اللي هو بيمتلكها ولم يبخل أي منهم لم يبخل أي من الأمراء على ما يملكه فداء لهذا الوطن تعالوا نكمل مع بعض ونشوف وصاح سقن رع في سرور زائد قائلا بورك فيكم يا أمراء مصر هكذا تلتقي صفوفنا وهكذا تتوحد إرادتنا حارب الملك الشجاع سقن رع عدوه وسقط مدرجا بدماء الشرف وكان لزوجته إياح حتب الفضل في دفعه إلى ساحة الشرف وشجعت ابنها الأكبر كاموس على مواصلة الحرب وانتصر على الهكسوس وطهر الصعيد منهم ثم توفي وخلفه أخوه الشاب أحمص الذي كرس حياته لخدمة وطنه شايفين؟ سقن رع كان في أشد حالات السرور عندما سمع آراء الأمراء المصريين ثم حارب الملك الشجاع أعداءه من الهكسوس ولكنه سقط شهيدا في هذه المعركة وكان لزوجته الفضل الكبير في أن تشجع ابنها الأكبر كاموس على مواصلة القتال بعد أبيه وبالفعل انتصر على الهكسوس وطردهم من الصعيد بالكامل ثم توفي الأمير كاموس وخلفه أخوه الشاب أحمص ليكمل المسيرة تعالوا نشوف بقى أحمص عمل إيه؟ وهل يترى كان بطل زي والده سقن رع وأخوه الأكبر كاموس؟ ولئيه الحكاية؟ تعالوا نشوف مع بعض العنصر الرابع والأخير هزيمة الهكسوس والقضاء عليهم وزحف جيش مصر بقيادة أحمص من طيبة إلى الشمال وكل جندي في هذا الجيش متحمس للقاء هؤلاء الدخلاء متعطش إلى الفتك بهم ليخلص بلاده من الزل الذي لحقها والعار الذي خيم عليها وما أن التقى جيش أحمص بهؤلاء الرعاة الدخلاء حتى اندفع نحوهم اندفاع الأسد نحو فريسته وانقض عليهم انقضاد الطير الجارح على صيده الله ما أجمل قادة شعب مصر شايفين أحمص عمل إيه؟ كان بطل زي والده سقن رعا وأخوه الأكبر كاموس الفرق بقى أن أحمص قادة جيش مصر وتحرك به نحو الشمال يعني راح يحارب الهكسوس في عقر دارهم فين؟ في أواريس إيه اللي حصل بقى؟ تعالوا نكمل ونشاهد وأمام هذه الصفوف الزاحفة لم يجد هؤلاء الدخلاء غير الفرار إلى الشمال وراح أحمص يطاردهم حتى اقترب من عاصمة ملكهم أواريس وأمام هذه الإرادة الصلبة والوطنية الصادقة لم يستطع ملك الهكسوس غير الهرب من وجه الجيش المصري وعاد من حيث أتى وأنقز أحمص مصر القديمة كلها من هؤلاء المغيرين الدخلاء بعد أن جمع الكلمة ووحد الصفوف والجهود الله أكبر وتحيا مصر دائما وأبدا شايفين؟ أحمص عمل إيه؟ لم يكتفي بأن يطرد الهكسوس من الصعيد بل طردهم من مصر تعالوا بقى مع بعض نشوف أهم المفردات التي وردت كلمة أغاروا بمعنى هجموا ومضاد بها فروا وهربوا كلمة يعتصمون المراد يحتمون كلمة نفوزهم بمعنى سلطانهم كلمة أرجاء أي نواحي مفردها رجن كلمة طيبة عاصمة مصر وهي الأقصر حاليا كلمة أواريس عاصمة الهكسوس في شمال مصر وهي الشرقية حاليا يبيدها أي يهلكها ومضادها يبقيها مدرجا أي مغطى خيمة بمعنى غطى انقضة بمعنى هجمة ومضادها فر وهرب تعالوا نتناول بقى أحداث هذا الفصل من قصة كفاح شعب مصر في صورة سؤال وجواب السؤال الأول من المقصود بالرعاة ومن أين أتوا ولماذا تعالوا نشوف الإجابة مع بعض ونقول الرعاة هم الهكسوس وأتوا من شمال آسيا وقد جاءوا لاحتلال مصر والسيطرة عليها سؤال آخر إلى أين امتد زحف الهكسوس نشوف الإجابة مع بعض وصل زحفهم إلى بلدة أواريس وهي الشرقية حاليا وجعلوها عاصمة لهم سؤال التالي كيف حكم الهكسوس مصر تدخلوا في شؤون مصر وحرصوا على تفرقة صفوف الشعب المصري وإخماد قوته وإضعاف كلمته عملوا إيكمان ظلموا الناس ونهبوا أقواتهم وسرقوا أموالهم وشردوا أبناءهم وسخروا من عادات المصريين وتقاليدهم نشوف سؤال آخر لماذا غضب سقن رع وأمر أن يجتمع بأمراء مملكته وماذا قرر في الاجتماع غضب بسبب رسالة ملك الهكسوس لما تضمنته من تهديد صريح وقرر في هذا الاجتماع أن يحارب الهكسوس السؤال التالي ما دور الملكة إياح حتب نشوف الإجابة مع بعض شجعت زوجها سقن رع على محاربة الهكسوس فحاربهم حتى سقط قتيلا ثم شجعت ابنها الأكبر كاموس على مواصلة الحرب فانتصر عليهم وطردهم من الصعيد سؤال آخر كيف انتصر أحمس على الهكسوس شوف الإجابة مع بعض إن دفع بجيشه نحوهم في قوة شديدة ففروا إلى الشمال وطاردهم حتى اقترب من عاصمتهم تعالوا نشوف بقى مع بعض تدريبات على الفصل الأول تعالوا نشوف مع بعض السؤال الأول وفي فقرة تعالوا نقرها مع بعض وبدأ هؤلاء القوم يتدخلون في شؤون مصر ويزحفون حتى امتد نفوزهم إلى كثير من أرجائها عاملين على تفرقة صفوف الشعب وإخماد قوته وإضعاف كلمته راح هؤلاء القوم يا ولدي يظلمون الناس وينهبون أقواتهم ويسرقون أموالهم ويشردون أبناءهم حتى عم الغضب والسخط جميع أنحاء البلاد نشوف مع بعض السؤال الأول ألف اختر الصواب مما بين القوسين مراد في كلمة ينهبون يسرقون يسرقون يلعبون يضحكون يتعجلون طبعا ينهبون بمعنى يسرقون أحسنتم طيب مفرد كلمة أرجاء رجاء أرج رجو أرجاء طبعا أرجاء مفردها أرجاء تعالوا نكمل مع بعض بقية هذا السؤال ونشوف السؤال رقم به من هؤلاء القوم الذي يترى مين هؤلاء القوم اللي تدخلوا في شؤون مصر وزحفوا إلى أن امتد نفوذهم في كثير من أرجاءها عاملين على تفرقة الصفوف وإخماد قوة الشعب وإضعاف كلماته مين الناس اللي عملت الكوارث دي كلها نشوف الإجابة مع بعض ونقول هؤلاء القوم هم الهكسوس سؤال رقم جيم ماذا كان يفعل هؤلاء القوم ونشوف بقى الإجابة دي ونطلعها من الفقرة اللي قدامنا مستوى بقى هنقول ايه كانوا يتدخلون في شؤون مصر وامتد نفوذهم إلى كثير من أرجائها عاملين على تفرقة صفوف الشعب وإخماد قوته وإضعاف كلمته تمام؟ تمام؟ ولو حبنا نكمل بقى إلى بقية الفقرة يظلمون الناس وينهبون أقواتهم ويسرقون أموالهم ويشردون أبنائهم كل الحاجات دي كان بيعملها الهكسوس فين؟ في مصر تعالوا نشوف مع بعض السؤال الثاني من التدريبات التي أعددناها على أحداث هذا الفصل ومعنا هذه الفقرة وبنقول فيها ثم راح سقن رع يقص عليهم قصة أفراس النهر وكيف كانت تقلق ملك الهكسوس في أواريس فصاح أمير بوت قائلا لقد تجاوز الظالمون المدى وصاح أمير قفط لن نقبل هذه الإهانة أبدا وصاح أمير أرماند لابد من تأديبه وطرده من هذه البلاد وعاد سقن رع يقول كيف نعد للأمر عدته تعالوا نشوف السؤال رقم ألف بنقول اختر الصواب مما بين القوسين مراد في كلمة نعد نجهز نحسب نلعب نضحك طبعا كلمة نعد بمعنى نجهز برافو عليكم طيب مفرد كلمة الظالمون الظلام الظلم الظالم الظلمة طبعا الظالمون مفردها الظالم أحسنتم نكمل مع بعض بقية الأسئلة الواردة على هذا السؤال ونشوف السؤال رقم به بيقول لي كيف أعد سقن رع مع أمرائه لمواجهة الهكسوس نشوف الإجابة مع بعض ونقول قدم أمير أرمنت كل ما جمعه من عربات وأمير أبي دوس قدم رجاله كلهم وتبرع أمير قفط بكل ما في خزانته من أموال لتجهيز الجيش أما أمير بوتو فقدم كل ما يحتاجون إليه من أقوات وخيام تعالوا على نفسي هذا السؤال ونشوف السؤال رقم جيم على ما يدل موقف الأمراء يترى موقف الأمراء أمير بوتو وأمير قفط وأمير أرمنت موقف هؤلاء الأمراء يدل هذا الموقف على حب المصريين لوطنهم وعزة نفسهم التي أبت أن تقبل الزل والإهانة من المغتصب المعتدي مما جعلهم يتحدون ويقفون في وجهه بكل ما يملكون من قوة وعتاد تعالوا بقى مع تدريب جديد وبقول صل من المجموعة ألف ما يناسبه من المجموعة ب عندي في هذا السؤال زي ما احنا شايفين مع بعض مجموعتين المجموعة اللي على اليمين المجموعة ألف بها بعض الجمل كم جملة؟ خمسة يقابلها النحية اللي على الشمال المجموعة ب وفيها خمس جمل احنا عايزين نوصل الجملة من المجموعة ألف مع ما يناسبها من المجموعة ب تعالوا نشوف مع بعض الجملة الأولى في المجموعة ألف بقول كان سقن رع نشوف بقى اللي يقابلها النحية التانية يا ترى كان سقن رع نختار لها ايه؟ الأمير سقن رع الأمير كاموس الهوكسوس الأمير أحمس أعظم أمراء مصر ايه اللي يناسب الجملة الأولى من المجموعة ألف هنقول كان سقن رع ايوه آخر جملة في المجموعة ب أعظم أمراء مصر برافا عليكم أحسن دور طيب نشوف الجملة التانية إياح حطب زوجته الأمير نقط يا ترى إياح حطب زوجة الأمير مين؟ احنا عندنا باقي في المجموعة به أربع جمل الأمير سقن رع أم الأمير كاموس أم الهوكسوس طبعا لا أم الأمير أحمس نشوف إياح حطب زوجة مين؟ ايوه الأمير سقن رع رفع لي الجملة التالتة طهر الصعيد من الهوكسوس يا ترى مين اللي طهر الصعيد من الهوكسوس؟ باقي معايا تالت جمل الأمير كاموس ولا الهوكسوس ولا الأمير أحمس برافو الأمير كاموس طيب الجملة الرابعة اتخذوا من أواريس عاصمة لهم مين اللي اتخذوا من أواريس عاصمة لهم؟ ايوه الهوكسوس برافو آخر جملة طرد الهوكسوس من مصر مش باقي معايا غير جملة واحدة الأمير أحمس برافو عليكم أحسن تعالوا نشوف سؤال آخر بنفس الكيفية صل من المجموعة ألف ما يناسبه من به قدم أمير أرمنت نشوف إيه اللي يقابله بقى النحية التانية أمير أرمنت يا ترى قدم إيه؟ نشوف مع بعض ونقول العربات الحردية طيب قدم أمير أبيدوس نشوف الإجابة مع بعض كل رجال المخاطعة المخاطعة اللي هي المنطقة اللي كان بيحكمه قدم أمير قفت يا ترى أمير قفت قدم إيه؟ نشوف الإجابة مع بعض جنوده وأمواله قدم أمير بوتو الجملة الرابعة أمير بوتو قدم إيه بقى؟ نشوف الإجابة الأقوات والخيام آخر حاجة معايا تولى قيادة الجيش بعد كاموس رفع عليكم آخر جملة هي اللي فضله الأمير أحمس أحسن طيب نشوف بقى مع بعض هذا السؤال وبيقول لي أكمل من مساوئ الهكسوس نقط يا ترى مساوئ الهكسوس كانت إيه؟ عدة مساوئ النمرة واحد سرقوا أموال المصريين ونهبوا أموالهم نمرة اتنين حرصوا على تفرقة صفوف الشعب المصري نمرة ثلاثة سخروا من عادات المصريين وتقاليدهم نمرة أربعة تدخلوا في شؤون مصر آخر حاجة ظلموا الناس تبقى كل دي كانت من مساوئ الهكسوس الذين احتلوا مصر فترة من الزمن وكانت أسوأ فترة في تاريخ الدولة المصرية إلى هنا نصل إلى نهاية حصاتنا اليوم أتلقكم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء مع وعد بلقاء جديد مع تمنياتنا جميعا للتوفيق منصة البس المباشر ترجمة نانسي قنقر